أسألك على المدربين بقى مدربين احنا عندنا أربع مدربين أجانب في الدولة المصري عندنا مارسل كورر من سويسرا عندنا جوزي جوميز من البرتغال عندنا بيرشيتش من كرواتيا وعندنا بابا فاسيليو من الاتحاد بابا فاسيليو ده مصري بتحب وهو بيحب مصر يعني كل ما يطلع يعني هو بيسر غزل المحلة بعد كده مسك البنك الأهلي وبعد كده مسك النهاردة الاتحاد وأنا أتوقع يعني أنه هو مع الاتحاد هاي حيامل شغل كويس أول ده مدرب كويس ومدرب بيعرف يتعامل مع اللعب المصري تمام وديه أشهر طول اللعب يدعوه بي آه يعني بس مارسل كورر مدرب يعني أنا عايز يعني أنا نفسي أعرف هل هو أفادي النادي الأهلي ولا النادي الأهلي هو اللي أفادي مارسل كورر أنت رأيك إيه؟ لا أنا رأيي أن النادي الأهلي هو اللي أفادي مارسل كورر يعني أنا عايز مرسر كورا لما يطلع من نادي الأهلي أنا اتفرج عليه أشوف ويعمل أئه في النادي الأهلي ميدراب النمس ميدراب منتخ بيها لا اللي عايز أشوف هيعمل إيه بعد بيطلع من نادي الأهلي يعني هو أخذ في النادي الأهلي بطولات كتيرة جدا تمام قد 9 بطولات أو 10 بطولات 11 بطولة حذر 11 بطولة تمام فأنا عايز أشوف ما أعتبرتش البطولة الحديك هي بطولة لا بتاعت العين لا ما فاكش على المطش الأساس ما فاكش على المطش الأساس فهو عايز أشوفه بره هيعمل إيه جزيجو ميز الراجل قدام الناس كلها عمل أسلوب لعب جديد إنه هو يعرف إمتى يبطأ المطش يعرف إمتى يصرع المطش يعرف إمتى يكسب يعرف إمتى يطلع بالمطش زي ما هو عايز وده أنا شايفه إنه هو مدرب ممكن سأكسل راجل مثلا بتدير شغلك طميم بتدير شغلك ومعك الناس بتشتغل معك مظبوط مش فيه ناس تحت إيديك بتشتغل معك طميم لما بتنجح في شغلك تمام بيقولوا الناس اللي بتشتغل مع سمير هما اللي نجحوه وسمير مالوش لازمة مش هو السبب ولا سمير كقائد ومدير لهذه المنظومة هو له الأولوية في إنه حننسب لي النجاح عمتا يعني كل حاجة هو أنا هقول إن المجموعة اللي معايا هي اللي نجحتني طبعا يعني أنا مش هقول مش هنسب النجاح لنا بس لو ما عامش مدير الشاطر عمرهم ما ينجحوا حتى لو هما كلهم موهوبين حتى لو هما كلهم موهوبين هذا ينطبق على مرسي كله ينطبق زمان على مانوول جوزيه إنه مرضو كان بيتقال إنه مانوول جوزيه كان وقتا معاجيل زهب طب لو ما كانش مدرب هو زكي هو مدير شاطر للمجموعة دي اسمه مدير فني طب بتصصر بإيه لما راح مانوول جوزيه منتخب أنجولا راح التحاد جدة ما عملش النجاحات اللي عملها في النادي الأشياء ما عوش العناصر اللي كانت تنجحه سواء كمنظومة إدارية أو ملعبين ما عوش هي بقولك هي منظومة كاملة أنا مش بقولك إن المدرب بيينجح لو أحد ولا لعيبة بتنجح لو أحدهم فجأة نفس الأمر جوزيجو ميز جوزيجو ميز هو مدرب كويس جد ورائع جد بس طول الوقت هيبقى محتاج أدوات وطول الوقت بيطلب أدوات لو ما توفقت لهش أدوات جوزيجو ميز لما راح لما كان فائل ميليا كان إيه مطلوب منه بقاء الفريق في الدوري قعد في الدوري راح أهلي جدة كان إيه مطلوب منه يفوز بكاس السوبر فاز بكاس السوبر جي نادي الزمالك إيه مطلوب منه الفوز بالبطولات القرية والبطولات المحلية إيه دي ربنا يعني وفقه فاز وبطولتين قريتين طبعا طبعا فده راجل أنا عارف يعني بيروح أي مكان بيعمل الطارجت بتاع الفريق بتاعه آه طمام فخلينا نشوف هيعمل إيه هاي طمام بس أنا شايف برضو إن جوزيجو ميز أضاف كتير لنادي السنة أكيد 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 مدرب رائع رائع جدا يعني